الإجراءات الاحترازية بقى إيه الضوابط بتاعتها؟ يعني في الحقيقة إحنا واخدين كل الإجراءات الاحترازية اللي أقرت بها الجهة المشرفة على الانتخابات وده تعمل في الحقيقة في محضر رسمي وكان حضر معايا رئيس اللجنة الطبية بتاعت النادي الدكتور الفاضل دكتور محمد شوقي وفريق الطب أيضا ده موجود وفي الحقيقة أفرنا كل ما يتعلق من كمامات زي ما ذكرت دلوقتي كمامة حضرتك موجودة معانا إحنا هنسلمها لحضرتك كل المواد المطهرة أيضا موجودة على الترابيزات بتاعت التصويت الخاصة بالهيئات القضائية المشرفة أيضا بحيث عمليات التلامس دي رأينا المسافات أيضا في الخيمة كل 2 متر موجود اللجنة عشان التباعد يتم تحقيقه أيضا موجود ده بالنسبة لنا موجود العمليات الأمن والسلامة المتعلقة بوجود طفايات الحريق وخلافه ده كله أيضا موجود خراطيم المياه ده كله أيضا برضو بصورة كاملة موجودة قياس درجة الحرارة أيضا موجود كل ما يمكن أن يتم استخدامه في حفظ سلامة أعضاء نحن في الحقيقة مستعدين لي بشكل جيد وأيضا هيشوفوا حاجة أيضا ترضيهم بشكل كويس الخدمات الطبية بما فيها التلقيح بالنسبة للعضو يلاقيها فين فين مكانها في النادي عشان فيه ناس جاية مثلا اعتادت على مدينة ناصرة أو على الشيخ زايد مش حافظة جغرافية الجزيرة يسأل على المكان فين بالضبط فيه العيادة الطبية العيادة الطبية هتبقى فيه عيادة طبية جوه الخيمة يعني نعملين عيادة طبية جوه الخيمة أما بالنسبة للتلقيح بالنسبة لتلقيح فيروس كورونا في الحقيقة هيبقى في قاعة راتب من عند بوابت المعلمين وانت داخل هيبقى على صالة راتب هيبقى موجود إن شاء الله وموجود الناس وموجود برضو المقاعد أماكن الجلوس برضو مجهزينها ومرتبينها بحيث نحن مزودين عدد المقاعد عشان الناس تبقى قاعدة ومستريحة وتاخد دورها وتنتظر لحد ما إن شاء الله إذن إجراءات تلقيح كورونا كلها في صالة راتب العطب يتوجه إلى صالة راتب على طول ينجز هذه المهمة لكن الإسعافات إن شاء الله ما نحتاجش ده بس أي حد يحتاج أي مساعدة طبية بالنسبة برضو للإسعاف بالنسبة للإسعاف عندنا 3 سيارات إسعاف إن شاء الله مجهزين بقاطكم طبية كاملة هيبقى فيه واحد جنب مدخل الملعب الرئيسي لمدرق لملعب التيتش ده هيبقى فيه واحدة وفيه واحدة من الجانب الآخر عند بوابت المرسى من أمام المبنى الإداري عشان تقدر تخرج على طول لقدر الله في حالة أي حالة طوارق ثم الإسعافة الثالثة أيضا موجودة من ناحية باب المعلمين من ناحية باب صالة الأمير عبد الله الفيصل يبقى الثلاث مداخل الرئيسية احنا بنتحرك فيهم بسرعة كبيرة جدا عشان لقدر الله لحصل أي حالة طوارق موجودة ثم فيه لجنة طبية دي من أطباء النادي موجودين جوه الخيمة إن شاء الله في يمين الخيمة على طول وحضرتك داخل